خليني يا زي ما كنت بقولك كده احنا بنتكلم عن اسمين كبار جدا واحد منهم هو الاساس فاروق الفشاوي وده ذكرى ميلاده وواحد اخر وهو اسمه مهم جدا 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 وهو الاساس عزة العلالي ودي ذكرى وفاته ولما تيجي تتكلم عن الاتنين بالمناسبة هتحتار بس انا هختار زاويتين زاوية انسانية لان انا كنت اعرف الاساس فاروق كويس اوي وزاوية تانية زاوية المشاهد باعتبار مطلقي لفن الاساس عزة وبما انه انا كنت اعرف الاساس فاروق كويس ولان انا بحبه اوي فهختار الاول الكلام مع الاساس عزة العلالي وعلشان تعرف حجم طاقة وقدرات وعمق موهبة الاساس عزة العلالي انت لازم تتفرج على فيلم الاختيار ودي واحدة من اهم روائع السينما المصرية ومن ابدع روائع يوسف شهين وتشوف المزيج اللي عرف يعمله يوسف شهين سينمائيا وتشوف ازاي عزة العلايلي بقى هنا مع كل الحب والتقدير طبعا ازاي قدم شخصيتين هم عكس بعض باعتبار ان فيه اخ او اتنين اخوات توقم في هذا الفيلم ومعرفش شفت الاختيار ولا لا بخلاف ان الاختيار فيلم بديع بس قعد اتفرج على اداء عزة العلايلي علشان تعرف حجم هذا الرجل يصل الى اي مدى قدراته التمثيلية الفزة شوف بقى الفزة ده عزة العلايلي اتفرج على الاختيار اللي لا دي انا انصحك بذلك لما هروح للجانب اللي انا اغثرت ان انا اختاره للأستاذ فاروق لان انا اعرفه كويس اعرفه من حكاوي والدتي لما كانوا زملاء في جامعة عين شمس واعرفه لما كبرت شوية او شويتين بصراحة وامتهنت هذه المهنة وصار لي قدر لدى الناس من هما يعرفوني فرحت قابلت الاستاذ فاروق وعرفته بنفسي بانه انا ابن تحية عبدالوهاب صديقتك من جامعة عين شمس دحك قال لي انت بقى ابن تحية وعد يضحك ويهزر ويتذكر معايا حاجات يحكيلي على قصص طلبة جامعة عين شمس تحديدا كلية الاداب وانا امي كانت قسم تاريخ وكان معاهم بالمناسبة الله يرحمه يا رب المسيقر العظيم عمار الشريعي وهنا شفت راجل شديد اللطف شديد التواضع لم يتعامل على الاطلاق مع اي من الحاضرين وكنا في مكان عام ناس رايحة وناس جاية وناس قاعد عمالة بتتعشى وهو يتعامل مع الكل بعيدا عن اي تصور لفكرة النجم خالص تواضع مذهل بل ولافت جدا كان بالنسبة لي وخفت دم غريبة جدا ورائعة جدا وقريبة جدا من النفس المصرية واستغربت وقتها انه خفت ظلو التلقائية الشديدة دي ما بتضحلناش على الشاشة يعني احنا نشوف فاروق الفشاوي اللي يرحمه جان نشوف فاروق الفشاوي احيانا شرير نشوف فاروق الفشاوي احيانا المثالي فنان لكن ما شفناش فاروق المثالي بخفة الدم قوي للدرجات دي وقتها سألت قلت له حضرتك ما فكرتش خالص انك تقدق بالنسبة يا المشهد اللي فده كان مشهد رائع رائع مهم يا فتنوع ما فكرتش خالص تعمل فيلم كومي دي رد علي بالضبط كده قالني الناس مش هتصدق هما ما تعودوش علي كده هنا هاخدلك حتة فنية كده لانه جزء في تاريخ فاروق الفشاوي والله يرحمه يا رب انه قدم وحدة من اروع المونودرامات اللي انا شفتها اللي ايه اقولك والله العظيم انا شفت له مونودراما في دار الاوبرا المصرية على المسرح الصغير كنت قتها في سنوي اقولها جامعة حاجة كده يعني وبقيت قاعد اللي هو المونودراما تجبرك المونودراما لمن لا يعلم يعني وده مش عيب أنه مفيش حد اللي فيه بعض ما عارفش عادي يعني انت بتقوم بكل الأدوار يعني بتعمل المصرحية مثلا هي مسرحية بتقوم فيها بكل الأدوار كل الأدوار فانت حفظ المصرحية من أولها لأخيرها مش كمان علشان تبقى لاحق الكلام مع الزميل الفنان اللي وقف معك على خشبة المصرح لا فندم ده انت بتغير موضوعك على خشبة المصرح وبتقوم انت بالدور التاني والتالت والرابع والعاشر على حسب عدد الشخص ده فاروق الفشاوي وفاروق الفشاوي الرجل اللطيف الظريف المهزب الجنتلمان اللي بيتعامل مع الكل كبير صغير ست رجل بمنتهى الزوء بمنتهى اللياقة بمنتهى المحبة بمنتهى الكرب وانا اتذكر انا كنت قاعد انا واصحابي الاعزاء ولاد مدرستي يعني دفعتي وكنا قاعدين عاملين بقى عشوة كده قاعدين بنتجمع كلنا احنا من وقت للتاني لازم نوعب نتعش ساوي واصر انا لازم انا اللي عزمكو على العشوة يا حضرتك ما ينفعش بس اسكت انت وهو وفيش حد فالحساب طول ما انا موجود رجل عظيم ورائع من اكتر الحاجات اللي عجبتني الصداقة المتينة الممتلئة بالمحبة المنزهة عن كل نقيصة اللي ما بينه وما بين الفنان الكبير الرائع المحترم عماد رشاد وهنا مضطرخة من الكلام لان انا لو اتكلمت عن استاذ فاروق اتكلم كتير جدا لان انا فعلا بحبه جدا